عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزاراتي الكهرباء والبترول خاصة مشروعات الطاقة المتجددة وخلال الاجتماع تم متابعة موقف توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء وكذا مستجدات تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء كما تناول الاجتماع موقف مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وجهود التوسع في تصنيع مختلف مكونات تشغيل تلك المشروعات كما تطرق الاجتماع أيضا إلى موقف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتلك الخاصة بمؤتمر المناخل منعقد والنعقد في مصر كوب 27